موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو The King's Man يعني الناس اللي عارفة السلسلة هم بيكتبوا King's Man كلمة واحدة لأ المرة دي احنا بنتكلم عن رجل الملك اللي هي King's Man الفيلم ده فاجئني الصراحة لأن أنا عن نفسي ما كنتش سامع أي أخبار عن سلسلة King's Man رغم تأكدي من الجزء التاني أنهم أكيد هيعملوا أجزاء تانية لأنكم لو فاكرين كويس في شخصيات ظهرت في الجزء التاني وما عملتش حاجة فالمفترض أن احنا معتمدين عليهم أن هما يبنولنا أحداث في الجزء التالت فبدل ما يعملوا جزء التالت بالشخصيات دول راحوا عملوا بريكول بممثلين تانيين خالص يعني حسب ما نواخد بالي كده وهو منطقي يعني ما فيش ولا حد من الممثلين بتوع الجزئين اللي فاتوا وزي ما بقول منطقي لأن الأحداث دي بتحصل قبل كده بكتير بتحصل سنة 1900 تقريبا أو في العقد الأول من القرن اللي هو الأول واحد تسعة ده فلما قريت شوية اكتشفت أن فعلا اللي أنا قلته ده أنه هو بريكول وبتاعه ما عرفش مين ولكنه بيتصور ورا الجزء التالت على طول يا إما الجزء التالت تتصور وده وراه يا إما ده تصور وجزء التالت وراه المهم يعني بما أن ده بقى جاهز تقريبا طلعت منه تيزر تريلر منتظرين عرضه في فبراير يبقى الجزء التالت تتصور بالفعل واللي برضو ما عنديش ليه أي تفاصيل فبدل ما احنا عملين نخبط أخماز فأسداس تطلع واحد على تلاتين خلونا نتفرج على التريلر اللي كالعادة ما شفتها شوالا مرة حشوفها معكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا حرب على مية دي تأدي اللي هيفتحة تهيئة معاني معاني عامل 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 حتى قد نفسدي عامل 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 من البgranится لم يأتي بشكل كذلك. لم يأتي بشكل كذلك. ويأتي بشكل كذلك. الحقيقة الحقيقة لا يوجد في الحالة. الحقيقة الحقيقة حيث ويأتي بشكل كذلك. ويأتي بشكل كذلك. ويأتي بشكل كذلك. لكن هناك طريقة أخرى لفعل عملتك. هيا. فبراير 2020. تيزر طبعا كاملة المعالم والمكاميس يعني. ما ظهرش فيها حد من النجوم الكبار اللي احنا منتظرينهم لأن الفيلم فيه أسماء حقيقي ممكن تكون هي العنصر الأساسي اللي جذبني للفيلم أكتر من إنه جزء من السلسلة. لأن السلسلة نفسها بالنسبة لي أنا اهتزت بشدة مع الجزء التاني. ولكن هنتكلم شوية عن الممثلين وحطر أحطوا صورهم وده بيعمل شغل كتير. أنا كنت فاكرهم هطلعوا في التريلر وخلاص ما علينا. خلونا نفسس. مشهدنا اللي افتتاحي يبدو إنه هو بيدور في أجواء حربية وعن بطولة أحد الشخصيات في إنقاذ الناس اللي معاوه كلام زي ده. بسنا مش عارف دي أي حرب هل هي حرب متبتة تاريخيا ولا إيه بالزبط. لأنهم بيقولوا إن الأحداث بتدور في العقد الأول من القرن اللي أنا مش عارف إسمه اللي قتلكم عليه ده. ولكن يمكن يكون مش قصدهم العقد الأول نفسه يمكن قصدهم الحرب العالمية الأولى يعني 1914-1915 حاجة زي كده. بس مش قادر أميز دول مين. مش باين قوي. ده هو بيتكلم عن تاريخ مجموعة من البشر في الأساس كانوا مجرمين أي مين على القتل والسرق أو كلام زي ده. أنا مش عارف بقى هما بيتكلموا عن المؤسسة الإجرامية ولا بيتكلموا عن مؤسسة كينجزمان وبدايتها. أعتقد كينجزمان صح. ظريفة والله الأجواء دي. ظريف إن الفيلم يكسر الحقبة الزمنية عجباني. لحد ما لقينا نفسنا رجال نبلاء فدي على ما يبدو بداية كينجزمان. ولا شكلها لعبة. يعني شكل التيزر دي عاوزة تقنعنا إن دي بداية كينجزمان ولكنها بداية مؤسسة إجرامية. لأن كينجزمان إنجليز. وأنا شاكك في البؤء ده يا جماعة. البؤء ده شكله كده بؤء دانيل برول. وهو موجود في الكاستليست. ولو هو موجود يبقى هو مش إنجليزي. هو طالع يا إما ألماني يا إما نمساوي. ونمساوي دي مهمة قوي في سياق الحرب العالمية الأولى. الموضوع مصير جدا للإهتمام. حلوة دي. شفاهم معناه بس حلوة. جيمون هومسو أهو عرف إن هو موجود في الكاستليست. وظهر في التريلر وظهر بعد كده بشكل أوضح كمان يعني. دي مؤسسة متعددة الجنسيات. دول أشرار. يمكن ما يكونش. يمكن ما تكونش دي المؤسسة اللي هو بيتكلم عنها. هو بيتكلم عن كينجزمان. واللي إحنا بنشوف هم هم اللي بيشكلوا الخطر والتهديد. لأن على ما يبدأ هم في يوم حد من كوريا الشمالية وفي يوم حد من السنغال على ما يبدأ. مش عارف. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ أنا مش عارف. مفيش حاجة مكتوبة. ده مجرد لوجو مجرد رمز. نفس الموضوع برضو مجرد لوجو. رالفاينز أيوة بقى يا معلم. بقى لي كتير نفسي أشوف فيلم من بطولة رالفاينز. عمال يطلع في أدوار مساندة جامدة وكل حاجة في الدنيا. بس نعاوس فيلم من بطولته يا جماعة الراجل ده مش بسيط برضو يعني. جيمون هنسو شبابه. اعتقد ان الشخصية دي هي همزة الوصل ما بين الفيلم ده وما بين الأفلام الحديثة. اللي هي كينغزمان The Secret Service وكينغزمان The Golden Circle. صعب قوي يكون جالهات. صعب قوي يكون ميرلين. اعتقد ان هو أرثر. اعتقد ان هو مايكل كين. القوى الحقيقية تكمن في معرفة من هم الذين نحاربهم فعلا. كينغزمان كاملة البوشنق. بوشنق قلنا اهو حاجة كده يعني خلاص مؤسسة ايمة يعني. انا ما عرفش مين ده. ده سوق الممثلين حد كبير يعني. ده اللي بنتكلم عليه يا جماعة. ناس عاملين سلسلة علشان تعيد ممثلين كبار وتكتشف ممثلين شباب. السلسلة دي اللي اكتشف الترين اتجرتن. والنهاردة بقى حاجة مهمة. وعمل فيلم بتاع إيلتن جون غالبا داخل سباق الاوسكار. وبيتقال عليه كلام كويس لسه ما شفتوش. تعرض اسبوع واحد في مصر. رمشت بعيني كان مهمة خلونا في الموضوع. وكيف يمكن هزيمتهم. يبدو من المشاهد اللي فيها كينجزمان مؤسسة اي مدي حتبقى نهاية الفيلم خالص. بص يا ابا ترانزيشن. بص 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 الكالر بالت بتاع المشاهد اللي احنا فيه ده بالتونالاتي بتاعته. وبص بعد ما عبد الحيطة بقى فيه. الله الله. اهو ده. اهو ده يا ابا الحج. اهو ده يا عم. اه يا معلم. دي هي البداية بتاعت الحرب العالمية الاولى هي. على قد ما انا فاكر يعني من الارناو بتاع. الراجل ده شكله شرير فاجر. بس انا معرفش هو مين. بص يا ابا الحج البرسبكتف ده. بص البرسبكتف بتاع البليد ده. اهه. مين دول. وفرحانين ليه. ومين اللي اتضرب بالسافوريا في وشه ده. موضح ان هي ايه قوة اساسينز. قوة ناس بقى ايه بتوعيت الفساد في الارض بداية من الحرب العالمية الاولى. واغتيال شخصيات بسم الله ما شاء الله عليها باينها طويلة يعني. هوا هوا يا بيت هوا اهو. لا هنا باين شوية في حتة برضو لو بقت كريسب شوية حنلقطه. اهو اهو. وبعدين استقرار التقاليد بقى. زي ما بقولكم انا ظني ان المشاهد دي بعدين. او لا بما ان هو لسه بيقدمه للموضوع. انا مش عارف بص يا ابا انا مش عارف. لا اي لايك انا عجبني الكلام ده. وعجبني ان احنا فعلا هنكسر الاجواء شويتين. هنرجع في الزمن. هنقدم حاجة مختلفة بناس مختلفة. مش لان الاولانيين كانوا وحشين. ولكن يبدو ان على مستوى الافكار في السيناريو في الامور دي. الدنيا كانت غرزت شوية. لان الجزء التاني الحقيقيقى رغم اني لسه مصمم انه فيلم معقول. فيلم كويس ولكن لا يقرن بجزء الاول على الاطلاق. مين بقى فريق التمثيل يا معلم احنا عندنا ارن تيلر جونسون شخصيا. عارفش بقى ابعد دور وعمل ازاي. ودي برضو من الحاجات اللي للأسف الجزء التاني هيخلينا نبقى خايفين منها. ان في اسماء هتظهر في التريلر اسماء هتظهر في الكريدتس. وبعد انه خش الفيلم يا دو بيطلعوا يقولوا اهلا وسهلا واتقلوا على الله. فلما اقولك ان الناس دي موجودة في الفيلم انا برضو بخوفك من ان احتمال يكون وجودهم ده ملوش اي حسبان او اعتبار معقول يعني. ارن تيلر جونسون حبيبي الكبير رالف فاينس شوفناه. طوم هولندر من الاشكال الانجليزية المتكررة المحترمة جيمون هومسو نفسي برضو يعمل الفيلم فيه بر على بعضه كده فيه شوية وزن ستانلي توتشي يا خبر ابيض. ريس ايفانز يا خبر ابيض دانيل برول انا اللي اكتشفته انا اللي فقاسته. تشارلز دانس تايوين لانستر شخصيا موجود معانا. وهل في حد تاني مش عارف لا مظنش. على مستوى السيناريو على مستوى الاخراج الاسماء زي ما هي جين جولدمن وماتيو فون مشاركا في السيناريو مخرجا للفيلم وعملش اي حاجة من ساعة الحاجات بتاعت كينجزمان. جين جولدمن بس الاسم اللي احنا محتاجين نركز معه شويتين لانها اللي بتكتب البريكول بتاع جيموف ترونز مع جورج ار ار مارتن. فبراير زي ما قلنا موضوع كويس نبتدي السنة سخنين ولو اني خايف من ان الموضوع في الاخر ياخدنا لنفس مصير السنة دي اللي بقى لها شهرين تقريبا في الولا حاجة موسم الصيف 2019 صفر صفر مش لاقي حاجة عملها. ونسبة ترقبي للفيلم هقول تمانية ونوص معلش بقى شوية تحفظ بقى بصراحة وناخد حذرنا من الناس دي عشان هم غفلونا في الجزء اللي فات بس عموما دي نسبة ترقبي انا ورأيي انا وانطباعاتي انا الاهم منهم انطباعاتكم انتو ورأيكم انتو ونسب ترقبكم انتو عشان انا عادة ان الضمائر دي بتركب على بعض انتو فاهمين الموضوع يعني ياريت شاركوا بكل ده في الكومنس الف شكرا حضر لكم انا مشاهدة ياريت تعملوا شاركوا لايك الحلقة لو وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم حلقات اول بقى لطبعوني على فيسبوك و تويتر ووي بوي